وقع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بمدينة مأرب مع وفد من المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام توقيع تجديد عقد عمل المشروع لاستمراره في العمل الإنساني ونوه رئيس الأركان بالدور الكبير الذي قام به المشروع خلال الفترة الماضية في تطهير الأراضي والطرق والمزارع والشواطئ والمدارس ومنازل المواطنين التي تقوم بليشة الحوثي الإرهابية بزرع الألغام فيها وتعريض حياة الأبريال للخطر الفرق التابع له في نزع الألغام والمواد والذخائر غير المنفجرة التي تزرعها الميليشة الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وعقد بن عزيز تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع مشروع مسام وتسهيل عمل الفرق الهندسية بما يضمن نجاح عملها في نزع عبوات وألغام الموت الحوثية وإنقاذ أرواح الأبرياء موثمناً تضحيات الفرق الهندسية خلال أدائهم واجباتهم الذين قدّبوا تضحيات كبيرة بأرواحهم في سبيل السلامة المواطنين وإنقاذ أرواح اليمنيين الذين تقوم مليشة الحوثي بقتلهم وتتمادى في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي معظم ضحاياها من النساء والأطفال وأعبر رئيس الأركان عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية في كل المجالات ومنها الإنسانية الذي يعد مشروع مسام في مقدمتها اشتركوا في القناة